السلام عليكم فضلا وليس أمرا أدعوكم للاشتراك في القناة لدعمنا ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد مرحبا بكم متابعين الكرام في قناتكم موجز الأخبار بداية بالرغم من أن وزارة التربية الوطنية أصدرت بيانا رسميا من خلال صفحتها على فيسبوك وأكدت بأنه لا يوجد تمديد للعطلة الشتوية وأن الدراسة ستستأنف بداية من الثاني من شهر جامفي 2022 ولكن لا تزال هناك بعض صفحات الفيسبوك وكذلك المصادر الإخبارية على غرار صفحات الفيسبوك التي تخص البكالوريا تتكلم بأن وزارة التربية ستأخذ قرارا يتناسب مع تطور الوضع الصحي في الجزائر واحتمال كبير تمديد لعطلة شتا إلى شهر فيفري وهذا نتيجة لتسجيل عدد إصابات جديدة بمتحاول أوميكرون وارتفاع عدد إصابات كورونا في الجزائر وفي هذا السياق نوضح لمشاهدين الكرام أن وزارة التربية أكدت مرارا وتكرارا بأن الدراسة ستكون في وقتها المحدد ولا يوجد أي تغيير جديد وسنوافقكم بأي قرار تعلن عنه وزارة التربية ابقوا في المتابعة مشاهدين الكرام